حدثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان العصفري عن أبيه عن حبيبي بن النعمان الأسدي أحد بني عمري بن أسد عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصر فقام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنافاء لله غير مشركين به حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن شمر عن خريمين رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن فيك اثنتين كنت أنت قال إن واحدة تكفيني قال تسبل إزارك وتوفر شعرك قال لا جرم والله لا أفعل حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن الركين بن الربيع عن رجل عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأعمال ستة والناس أربعة فموجباتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة فأما الموجبتان فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة وموسع عليه في الآخرة وموسع عليه في الآخرة حسنة يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن شمري بن عطية عن خريم بن فاتك الأسدي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتني فيك قلت وما هما يا رسول الله قال إسبالك إزارك وأرخائك شعرك حسنة مروان بن معاوية أخبرنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أي منا بن خريمين قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزوري إشراكا بالله عز وجل ثلاثا ثم قال اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوري ترجمة نانسي قنقر